ومن العودة إلى الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الاستثنائية للدول الساحلية الخمس فقد شهدت الجلسة الافتتاحية لعديد من الكلمات نبقى مع مرفضنا إلى هناك عثمان عبدالغان إدريس قمة مجموعة الدول الخمس الساحلية بمدينة باماكو حضرها رؤساء الدول العاضاء وهم فقامت رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد والدبد العزيز ومحمد يوسفو رئيس جمهورية النيجر وكريستيان روكا بوري رئيس جمهورية بوريكينا فاسو ورئيس جمهورية مالي إبراحيم بو بكر كيتا الرئيس الدوري لمجموعة الدول الساحل الخمس وبهضور الرئيس الفرنسي الجديد إمانويل ماكرو ضيف الشرف لقمة الدول الساحل الخمس التي استطافتها العاصمة المالية باماكو القمة بدأت بكلمة رحبية قدمها رئيس البلد المضيف الرئيس الدوري للمجموعة إبراحيم بو بكر كيتا الذي رحب بجميع الحاضرين في مقدمتهم فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ولفد المرافق له أقبل الكلمة الترحبية التي ألقاها إبراهيم بو بكر كيتا تناول ناصية الحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو خلال كلمة المطولة أكد لرؤساء الدول الأعضاء بدول الساحل الخمس وقوف فرنسا مع دول الساحل في محاربة الإرهاب والتطرف والجرائم عابرة الحدود وأكد أيضا وقوف فرنسا ماديا وإمكانيا ومعنويا واستراتيجيا ولوجستيا مع دول الساحل لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي انتشر مؤخرا بإقليم الساحل وأضاف بأن القوات الفرنسية ستحارب جانب القوات الساحلية في حربها ضد الإرهاب وتمدها بكل الإمكانيات اللازمة حتى تتخلص الدول الأعضاء الساحلية من خطر الإرهاب البربري والعمل الإجرامي الذي تقوم به الجماعات الإرهابية في دول الساحل وأخيرا طلب الرئيس الفرنسي من رؤساء الدول الأعضاء التكاتف والوحدة لمهاربة الإرهاب في المنطقة الذي بدأ ينتشر بكسافة في القارة الإفريقية خاصة في الإقليم الساحلي أقب كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو تناول ناصية الحديث الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس إبراحيم بو بكر كيتا رئيس البلد المضيف للقمة وخلال كلمة شكر القوات الدولية التي وقفت مع جمهورة مالي خلال هربها ضد الإرهاب وفي مقدمة هذه القوات القوات الشادية إضافة إلى القوات الفرنسية والأممية إبراحيم بو بكر كيتا قال يجب علينا رؤساء الدول الأعضاء بزل المزيد من الجهود لمواجهة خطر الإرهاب الذي انتشر في المنطقة بشكل مخيف ونطأ فرنسا والأمم المتحدة مساعدتنا في مهاربة الإرهاب وخلال حديثه الرئيس المالي إبراحيم بو بكر كيتا لم ينسى دور الحكومة الشادية وقواتها في مقدمتهم فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو الذين وقفوا مع الحكومة المالية أثناء حربها ضد الإرهاب وما زالت واقفة شاد مع الحكومة المالية هذا ما أكده الرئيس المالي إبراحيم بو بكر كيتا أقبل كلمة الافتتاحية لقيمة مجموعة دول الساحل الخمس بمالي التي قدمها إبراحيم بو بكر كيتا تم أغزي صور تسكارية جمعة رؤساء الدول الخمس بالساحل إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو ضيف الشرف لقيمة باماكو ومن ثم دخلوا الرؤساء في جلسة مغلقة لمناقشة المواضي والقضايا المتألقة بمحاربة الإرهاب بدول الساحل والمنطقة بشكل عام ومن المتوقع بأن تخرج قيمة باماكو بنتائج جيدة تسمح لقوات دول الساحل الأمل بجدية لمواجهة الإرهاب والتخلص منه نهائيا ترجمة نانسي قنقر